إضافة رابط على حسابك الخاص Google Chrome اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على هذه العلامة في الأعلى ثم سوف نأتي إلى سجل البحث نقوم بالضغط عليه بعد ذلك نأتي إلى هنا يتم الحفظ في النشاط على الويب في التطبيقات نضغط عليها ثم نأتي إلى هذه النافذة نقوم بالنزول إلى الأسفل ثم بعد ذلك نأتي إلى هنا انتقال إلى حسابك على Google نضغط عليه هنا ثم بعدها نأتي إلى هذه النافذة هنا نقوم بالنزول قليلا نأتي إلى إدارة إعدادات البيانات والخصوصية في حسابك هنا نأتي إلى هذه النافذة هنا نقوم بالنزول إلى الأسفل ثم بعد ذلك نأتي إلى الملف الشخصي هنا نقوم بالضغط عليه ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه النافذة نقوم بالنزول ثم نأتي إلى هنا إلى إضافة المزيد من المعلومات عنك نضغط عليها بعدها نأتي إلى هذه النافذة هنا نأتي إلى إضافة رابط هنا نضغط عليه وبعد ذلك سوف نأتي إلى هذه النافذة تقوم بإضافة اسم الرابط وهنا تقوم بإضافة الرابط الخاص بك ثم تقوم بالضغط على حفظ وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الشراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله